انت فاكر روحك ربنا ولا ايه؟ اتق الله وخلي بالك من كلامك وشوف انت بتقول ايه كويس واظبط كلامك الجملة دي قالها الشيخ محمد الغزالي للرئيس حصني مبارك فوشه قدام الناس وجوه القصر الرئاسي ومبارك سكت ومقدرش يرد عليه بكلمة تعالوا احكيلكم اللي حصل في يوم 26 يونيو من سنة 95 بعد ما فشلت محاولة اغتيال حصني مبارك في العاصمة الاثيوبية قديسة بابا ورجع مبارك بعدها بساعة قليلة للقاهرة وفي الاصر الجمهوري كان مستنيه وفد من كبار العلماء والمشايخ عشان يطمنوا عليه وعلى صحته ويهنو ويبركوله على نجاته من محاولة الاغتيال اللي قال اللي اتزعل الهوى وقال فيه الشيخ الشعراوي ما قلته الشهيرة واللي بتتزعل حد النهاردة اذا كنت قدرنا فليوفقك الله واذا كنا قدرك فليعنك الله على ان تتحمل اللي قال اعلامي ده خلص من هنا واما سؤوله مندوب من رئاسة الجمهورية طلب من الشيخ الغزالي والشيخ متولي الشعراوي والشيخ جاد الحق شيخ الازهر انهم يستنوا حسني مبارك في غرفة الزائرين الموجودة بالقصر الجمهوري وفعلا اتحركوا على هناك بسرعة واستنوا مبارك مبارك دخل عليهم وكان وشه مخطوف جدا لسه مش مصدق اللي حصل وانه كان حيخسر حياته في لحظة واول ما دخل بركله مرة تانية على نجاته من محاولة الاغتيال سلم عليهم وشكرهم واحد واحد وراح قعد جنب الشيخ الغزالي واللي كان مبارك بيحبه وبيحتنمه جدا مبارك ميل على الشيخ الغزالي وحطي ايده على ركبته وقال له ادعيلي يا شيخ غزالي انا علي حملة قيل جدا تخيل اني مطلوب مني كل يوم الصبح اقوم من نوم اأكل سبعين مليون مواطن الشيخ الغزالي اتفزع وبص لمبارك وعنيه كلها غضب وقال له انت بتقول ايه مبارك مفهمش الغزالي الدايق ليه فرجع قرر الجملة من تاني وقال له بقولك يا شيخ غزالي اني مطلوب مني كل يوم اأكل سبعين مليون مواطن مصري ادعيلي ربنا يعيني على المسئولية الكبيرة دي الشيخ الغزالي تعصب اكتر وما حسش بنفسه وبص لمبارك وزعق فيه جامد قدام كل الحضور وقال له انت فاكر روحك ربنا ولا ايه اتق الله وخلي بالك من كلامك كويس ويشوف انت بتقول ايه هو انت تقدر تأكد نفسك اصلا مبارك ارتبك وتخد ووشه جاب الوان وقال له يا شيخ انا اقصد من كلامي ان فيه مسئولية كبيرة عليك تافي لكن الشيخ الغزالي كان برضو متعصب وقال له مسئولية ايه اللي بتتكلم عليها المسئولية على اللي يقدر واحنا كلنا في ايد ربنا ربنا اللي بيأكلنا انت بالكتير ادعي وقول يا رب ساعدني لكن ما تقولش اأكلهم ربنا هو اللي بيرزق وهو اللي بيأكل روح اكل نفسك الاول مبارك حاول يهدي الدنيا ويحتوي الموقف ويحتوي الشيخ الغزالي حطي ايده على رجبته مرة تانية وقال له اهدى يا شيخ غزالي واستنى انت شكلك مش فهم قصدي كان امن الكلام ما كنت شأصد اللي انت فهمته فرد الغزالي عليه وقال له مش مهم افهمك المهم انت تفهمني وتفهم قصدي ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون وبيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها والآية الكريمة اللي بتقول افرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم يبقى ما تقولش اأكلهم ده كله في ايد ربنا وحياتنا وارواحنا في ايديه ولنجاك النهاردة وكتب لك عمر جديد برضو ربنا الرئيس مبارك تدايق جدا وحس انه حط نفسه في موقف وحش وانه خانه التعبير فسكت وهز دماغه بانه فهم كلام الشيخ الغزالي وبص قدامه وسكت ومردش عليه ساعتها كان كله في حالة صمت خصوصا ان الشيخ الشعراوي سكت ومردش بولا كلمة وما تدخلش في الحوار واكتفى بانه غمد عينه وسنددقنه على العصايا بتاعته ورفض يقول حرف واحد اما الشيخ جاد الحق سكت برضو ما تدخلش في الحوار بينهم وسند دماغه على الكرسي اللي كان قاعد عليه وغمد عينه ورفض يزود الموقف او يشعل للدنيا هنا الشيخ الغزالي حس انه انفعل بالزيادة وزود العصبية والموضوع كان يتحل بالراحة وحس انه زودها حبتين مع مبارك فقرب لمبارك وطبطب على كتفه وبتسم هنا مبارك بصله وبتسم واعتذر عن اللي قاله وانتهى الموقف وقاموا الشيخ التلاتة وادعوا مبارك وتحركوا ناحية العربية عشان يمشوا فخرج مبارك معاهم وصمم يوصلهم لحد باب العربية وفي الطريق للعربية ركب الشيخ الشعروي جنب السواء اما الشيخ جاد الحق فركب وراء من الباب اللي وراء السواء لكن مبارك كان ماشي جنب الشيخ الغزالي وملازم خطوته واول ما وصله الباب العربية الشيخ الغزالي كان بيمدي ايده عشان يفتح الباب لكن اتفاجئ بمبارك بيسبقه بخطوة عشان يفتح له باب العربية بنفسه فاتصدم الامام الغزالي ومسك ايده وقال له ما تعملش كده ارجوك يا سيادة الرئيس مش بنفسك لكن مبارك صمم وفتح له الباب ورد عليه وقال له ده مقامك يا شيخ محمد وانا اتمنى خدمك دايما بس ادعيلي انا والله بحبك ادعيلي ربنا يقويني واعدي بالمصريين للخير والعيشة تبقى سهلة عليهم وعلي رحم الله الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وغفر له